معايا على الهاتف المفكر السياسي الكبير الدكتور مصطفى الفئي مساء الخير دكتور مصطفى مساء النور أنت كل ما تتخلصني انت بذلك التجيب ايه؟ كل ما تتخلصني أنت بذلك التجيب العفو العفو يا دكتور مصطفى علو الصوت يا عام عشان نسمع الكلام الحلو ده لا 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 أنت نجد وما عارفك مشاهد جدا كنت بالك الله يخليك بجد طيب جدا طيب الحمد لله طيب نبدأ بأول سؤال أنا أسألك أسئلة المواطن البسيط مش أسئلة فيها فزلكة عشان ملايين المصريين بيسمعوني ليه التلاتيام اللي فاتت الدنيا اتصعابت كده علينا ولقينا تركيا عايزة تكسر الخط الأحمر في ليبيا وأسيوبيا بتناور ملينا السد ومليناش السد إلا حصل لازم نعترف يا عصر محمد إن مصر مستهدافة وإن فيه محاولة لتطويق الدولة المصرية سواء بالإرهاب في سينة من البداية أو بالعبس بخط الحدود بيننا وبالليبيا والمنطقة الشرخية هناك بالذات أو بما جرى من جانب إثيوبيا في السد الإثيوبي الذي يعني يعتبر عملية كيدية كبرى يعني مؤامرة كبرى على مستقبل وإظهار وحياة مصر والمصريين وربما السودانيين أيضا وبالتالي المواطن العادي لابد أن يستشعر القلق كأنه يحطه في كماشة نعم ممكن يبتدي ملء السد في السطرة يحرك فيها قوات تركية عشان يبقى يخليك موزع المشاعر وموزع الاتمام مشتت مشتت ولكن لحش نلحظ أن مصر لديها جيش قوي وأنها تستطيع التصدي لمصر هذه العمليات وأنها تستطيع أن تفعل شيئين في وقت واحد نعم عملك الإصلاح الاقتصادي والبنية الأساسية حالو؟ مع حضرتك دكتور مصطفى أنها تستطيع أن تفعل شيئين في وقت واحد لا دولة كبيرة ولها تراكم من الخبرات يجعلها خادرة على فعل أي شيء حالو؟ أيوة طب ليه الرسالة دي مش وصلة الأسيوبيا بهذه القوة والوضوح هي بتعادي الدولة المصرية بقوتها الحالية هم شوف ده تراكم العقب التاريخية ومشاعر اتجاه مصر الخديمة ويعني أنا عايز أقولك أنه ده في علاقة تاريخية حتى ما بين بانو إسرائيل وما بين سبقان إثيوبيا من أيام الملك داود والملك سليمان يعني فيه مشاعر تاريخية ده فينا اتجاهنا مش جديدة وبعدين فيه محاولات كتيرة للعبز بالنهر وكل حاكم مصر كان بييجي بعنده دايما هاجس إمكانية التأثير على مياه النهر من عند المنبع محمد علي جاله هذا الحاجس عبد الناصر جاله هذا الحاجس محمد علي قال جملته الشهيرة إذن حدود مصر من أسيوبيا آه لما قالوا له أن النيل ينبع من أسيوبيا فقال إذن حدودنا تبدأ من هناك يعني وهو هذه الأراضي كلها الأرض اللي مبنى عليها السد كانت أراضي سودانية تبع مملكة مصر والسودان يعني لا يستطيع أحد أن يغادل في هذا لكن الإثنبيين وجدوا اللي بتخنوا إذنهم ويبخ فيها بأفكار غريبة ومثلما باع العرب البترول في القرن العشرين وأصل وصراء أنتو لديكم المياه التاني كنت طالع من الأرض دي نظر من السماء عليكم أن تستخدموها أخصى استخدام وتكلموا بفترة معيرة عن تسعير المياه وبعدين بدأوا يسمعوا من آخرين أنهم عايزين مية من النيل فتفتخ ذهنهم أن مثل هذا السد يؤدي إلى إعطاء ماء النيل لدول أخرى مش بس إسرائيل حتى دول في الخليج تستطيع أن تزرع بالمياه الوفيرة اللي تحتاجها ومساحات الأرض الخصبة موجودة هناك وكأنه خد مياه النيل في شكل مزروعات ومنتجات ومزروع يتأخذها في أول حالتها كمية بتأخذها كطعام صحيح مثل هذا التفكير الخبيث أدى بهم إلى حالة من الكيدية الشديدة تجاه مصر والمضي فيما هم يفعلون الآن وطبعا المجتمع المصري العالمي يا متأسف نعم بيشاهد هذا لكنه صامت دكتور مصطفى صامت إلى حد كبير جدا يعني شوف هم مصنوعين بيلعبوا على كذا وراء نعم أمام أفريقيا السمراء بيلعب عليه أنا جزء منك مصر دي الشمال مابعيد عننا واخد كل حاجة وروح تفرج على القاهرة بالليل ومياه النيل وتعالى شوف عندنا المجاعة ونعدام الكهرباء يعني بيلعب بتخلفه وعشان كده سماه حتى سد النهضة وكنا بنوع في الفخ ونقول سد النهضة نهضة مين إنها ليست نهضة إنما الذي يحدث هو أنه سد كيدي المقصود به التعتيم على مصر وإغلاق الطريق عليها من أجل التنمية والتخدم وقدين عايز أقول الحاجة محمد بيه مصر بخدمها وبخائدها أنا لا أتملقه لكن أقول الحقيقة والإخلاص الشديد اللي واضح في الحياة المصرية استفزت كثيرين من أعداء المصر كانوا متصورين أنها احتقع مش عاربين أنها دولة عصية على السخوص وبعدين أثبت الأحداث بها أنه في محاولة الاستغلال ما بعد 25 يناير للتطور على مصر وعلى جيش مصر وعلى شعب مصر بينما مصر والدولة تتدخل بالشأن الداخلي لأي دولة أخرى وسعت في موضوع صد النهضة بالذات بكل الطرق السلمية وبصبر طويل يتجاوز الحدود من أجل أن تنهي هذا الأمر نهاية طيبة ومع ذلك طرى الصورة حاليا على ما هي عليه طبعا تركيا لما أعلنت أنها عايزة تكسر الخط الأحمر في ليبيا بعدها بيوم يومين كانت المنورة الأسيوبية بإعلان بدء المل هل تشعر أن هناك تقاربا أو تنصيقا تركيا أثيوبيا لا يخارجني شك أن هناك عقل يسيطر على العداء لمصر وموزع اتجاهاته على الحدود المصرية في كل اتجاه يعني الذين صوروا لأثيوبيا أنها تستطيع أن تملأ الخزانات بتاعة السد الآن هم أنفسهم الذين يوحون لقوى الإرهاب القادمة من تركيا في ليبيا أم تبدأ عملياتها العسكرية في هذه المرحلة يعني العداء لمصر لا يتجزأ ويأخذ اتجاهات متعددة هذه الاتجاهات هي التي نراها الآن لا يخليجني شك أن هناك المسألة متوزعة أو الكثرة أنت بتضرب على الكمان وانت بتضرب على العود وعايزت مع النغمة واحدة المهمة التضييخ على مصر أنا ظاهر لي كمواطن أستشفنا وستاذ محمد أستشفنا أن عدائك كثيرين وغيرتهم من مصر كبيرة أصدقاء وأشقاء ودول كثيرة جدا حتى الأصدقاء والأشقاء يا دكتور مستقر بعضهم 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 لم يزبط ما يجب أن يكون عليهم يعني أنا قلت هذا بوضوح عاتبا على كثير من الدول الشخيقة أنها لم تخف منا الموقف اللازم قرأت مقالك في الصفحة الأخيرة منذ حوالي ثلاث أسابيع في المصر اليوم رسالة عتاب إلى دول الخليج تعديدا يعني طبعا الواحد يعني حز في نفسه أن جزء من أموال السد اللي بنية بها هي في الأصل أموال خليجية الخليجيون جزء مننا وربما لا يريدون ذلك ولكن جرت تلويح لهم ببعض المنافع وخصوصا في الخطاع الخاص مش الدول طب أنا أقول لك معلومة المغرب يستسبر ستة مليار دولار في أسيوبيا مثلا ها طبعا هزوارد طبعا وانت لا تستطيع أن توخف من حتى الدول أن تفعل ذلك الحرية ولكن عليهم في اللحظة المناسبة أن يخولوا كثف عند هذا الحد لا يمكن أن تخون بعمل يعطش مئة وخمسين مليون هما مصر والسودان مثلا أو مئة مليون بس المصري وتؤدي إلى حرمانهم من حقوق النيل ده النيل ده جزء من دمي ودمك وتاريخي وحضرتي وسخفتي المياه هي الحياة ويعرفتها يعني تاريخيا يخاتلوا للاستخاتر الشعوب في أمرين في الأرض من أجل الأرض ومن أجل المياه طول عمرها مصادر المياه ووحدة الأراضي في ملاب في صد النعضة كل السيناريوهات مفتوحة؟ بالتأكيد مفتوحة بس طبعاً إحنا لا نتمنى الوصول إلى حل عسكري ولا نصل إليه إنما لأنه برضو أنت في الدول جوار وبينك وبينهم أنت عارف زي الرجل ومراته عندهم ما يارفش ترك أنت بينك وبينه النيل مش حقوقها تعمل دماء بينك وبينه لابد من الرسول إلى تسوية لأن ما ينفحش فيها أبداً اتخاذ موقف حد على حساب طرف آخر أين دور الاتحاد الأفريقى وأنا لم أجد له دوراً قوياً فعلاً في أزمة كثيرة ويحاول لكن برضو أن أخذ بالك أنه يعني هناك أنا في رأيي على الأقاد من خلال رؤيتي لبعض الدول الأفريقية والعناصر الأفريقية هناك شيء من التعاطف مع إثيوبيا لأسباب تاريخية وأسباب مش عايز أقول عليها شبع عنصرية لكن لديهم أحياناً إحساس لأن إثيوبيا الفقيرة المحرومة تريد أن تبني وأن تنمو وأن مصر تريد أن تتأثر بمياه الدين طبعاً هذا كذب وافتراء صحيح ومصر التي علمت كل هذه المنطقة وطببتها وهندساتها وعلى الجميع أن يعترف لها بالفضل في هذه الحضار حركات التحرر الأفريقية خمسينيات وستينيات عبد الناصر يعني كان عندنا هنا خمسة شراء أحمد حشمان سبتمالك أو سيد محمد خرج منها أربعة رؤساء دول في يوم أنا فاكرت كانت واحدة ستين كانوا خادة حركات التحرير هنا وخرجوا لي يتبوأوا مناصب كويندة وغيره بيقاسة دولهم التي تحررت سؤال الأخير أيام القليلة القادمة شايفها إزاي بقى على المستوى الغربي ليبيا والمستوى الجنوبي سد الناطر يعني أنا أعتقد أنه رعونة وصفاهة أردوغان سوف تمضي به إلى بعض التحررشات العسكرية على خط سرط جافة وسيحاول استزاز مصر معتمدا على أربعين خمسين ألف مرتزق معظمهم من داعش ويريد أن ينقل بؤرة البؤرة الاهتمام وبؤرة الكوارث من حدوده إلى هذه المنطقة إلى حدود مصر يعني هو يريد أن يضرب كذا أسهور بحجر واحد وفي نفس الوقت يدعم حلفاءه في أسيوبيا وغير أسيوبيا وجنوب أسيوبيا توقعاتك توقعات حضرتك خلال الأيام القديمة في ملف صد النهضة الأسهور والله أنا أقرأت أنهم لن يجرؤوا على المل على المل بهذه الطريقة التي يتحدثون عنها أمام العالم لا وإذلك حتى أقولك إحنا هنبدأ ننملي بعدين يبدأ يعملوا اعتذار عمليات كلها جس نبضة لأنه عارف أنه مثل هذا الأمر هيكون له ريبركاشنز هيكون له أصدقاء ضخمة أصدقاء ضخمة جدا دوليا وإقليميا ومصر لديها كروت كثيرة سواء في مجلس الأمن سواء في إمكانية الإحالة من مجلس الأمن إلى محكمة العدل الدولية سواء باستخدام بعض الاتفاقات الخاصة بمياه النقل ورفع العمر دوليا يعني لا يمكن أن يستخر الأمر لإيستيوبيا بهذا الطريق وهم يعلمون أنه لابد من السلام مع مصر في النهاية في النهاية مش هتيلوا دراع مصر في النهاية مش صحيح أبدا يعني الصبر مش معناها الضعف والهوان لا مثل ما قال الرئيس السيسي الحكمة المصرية المعروفة نعم بشكرك أستاذنا الدكتور مصطفى الفئي المفكر السياسي الكبير على هذه المداخلة